السلام عليكم كامل بخير اليوم سوف نشاركم فكرة طاولة اليوم الثالث من رمضان فكرة طاولة بسيطة لانه اليوم ستكون بدون لحوم طاولة البارحة كان فيها الحم كان فيها الجيج كانت شوية مكلفة فاليوم سوف نقص عليكم وايضا بما انه مكلا من البارح ما حبينا نضيعها قلت زدنا رفقها بحاجات بسيطة سوف نشاركم بثلاث وصفات الأولى ستكون سلطة بزف بنينة و هيلة ثانية قراتان بدون لحوم والثالثة ستكون عاصير الفارولة لكي كل مرة نشاركم نوع من العصائر فان شاء الله فيديو اليوم يعجبكم يكون مفيد لكم حاجة بسيطة جدا لكن ان شاء الله فيها ثائدة لكم فأول حاجة احبيت ندير قراتان بسيط صراحة قلت لكم في قاتلنا مكلفة من اليوم البارح فقلت لي ملاد نزيد حاجة خفيفة ونشاركم بها ونشاركم بها ونجد نقل فوق نفسنا فالقراتان نحن نشاهد بما انه كان عندي فدار جبت حبتين منه عندي حبتين الجريويت و القرعة كما سكولون وعندي حبتين الفلفل هذا الأحمر والأخضر مخلط عندي أيضا بصل عندي الثوم وعندي حبتين طماطم كنت ربيتهم ونحتاج طبعا طماطم مصبرة كما راكم تشوفوا أول حاجة نحط الزيت على جهة ونقل البصل والفلفل بعد ما نكون قطعتهم إلى مكعبات يعني الخضرات الكامل سيكونوا على شكل مكعبات عندي أيضا من الجهة الأخرى نضيف سلصة طماطم سأعطيكم طريقة ونضيف طماطم نضيف بنينا وحمراء أول حاجة نضيف الثوم نقليوها شوية ونضيف الثوم ونقليوها مصبرة نأكد عليكم طماطم المصبرة تقليوها على الأول من جهة تسقلة وينيو من جهة تصلي بنينة كما راكم نشوفوا نقليها مليحة مع الثوم الثوم يضع لون أحمر ومرافة نضع طماطم من جهة البصل والفلفل ومن جهة طماطم وعينة ليون في زوج نرى اللون الخضر كيف تبدل سلسلة طماطم نضع طماطم ونفرغها على الخضر لأنه يحبط طماطم خلال طماطم ونضع طماطم ونضع طماطم نضع طماطم نضع الفلفل أسود ونضع طماطمة ونضع طماطم كمية مليحة نضيت طماطم من جهة البشي قطعتهم الى مكعبات ملحين نخلط الوصفة سهلة و بسيطة سوف يدعون المبالغة فوق الطابلة طعم الحار مسكين و مدير سوف يدعون المبالغة نضيفه المرحة سوف يستمعونى نجربهم لأول مرة نضيفه نضع الخضار نضع الريحة نضع الخضار كمية متوسطة نضع طبق اقتصادية نقص عليها ونعمل لديها نضع عن طبق اقتصادية سوف نقص علينا وصلت لكم وصفات مكلفة كما اليوم نظرني وصفات اقتصادية سوف تكون السلطة بشوفر أول شيء سوف نحضر كيلة زيت مع نصف كيلة الخل الخل أحمر نحضر بأي خلقين عادي عندي مورفة صغيرة على الموتار مورفة صغيرة على الثوم نضع قليلا على المعتنوس نضع قليلا على الملح و قليلا على الفلفل أسود و نضع براميكسي و نضع مكسي مليح كما من المكونات يجب علي الملح يشبه لون جميل يقوم بموتر من صلاطة يجب عليها كمية كبيرة يجب عليها قليلا على صلاطة يجب عليها الوصفة و لا يوجد طيب في الوصفات سلطة المالحة ولكن في السلطة نحب بثاف بثاف دايماً هذه السلطة اللي مديت لكم حطو لها علبة تعطون وخلطوها في السلطة كما نحن هذه السلطة اللي درسه لكم بالنسبة لنا هي الطبقة الرئيسية نحب نوكل بثاف سلطة ساحت حتى تقعد منها نوكلها في الصحور عادي فهنا جبت شوف ليركم كنت سعادي غسلته ونظفته وغليته في الماء كغليته وخلصت قسمت برق بيدي تشوفوا بلي ولي أظهر صغر بلا يعني يموس باش ميروحش الشكل ايضاً كنت تغليت حبتين تعباطا قطعتهم إلى مكعبات ايضاً حبتين كبار تعزرودية ماذا بيكم كالطيب الخضرات لا تخليوها حتى نطيح يعني تخليوها شوية نقطة طيب شوية برق باش نبعد فساطا نطيح الكومش تقعد كل حبة بحبتها حطيس ايضاً على الخيام قطعة شوية زيتون أخضر ايضاً شوية الماييس يعني وش كان عندكم وكمياً مليحات على المعدنوس شوفوا لايبارد مش حطيت المعدنوس هذه السلاطة تحب المعدنوس ونخلطو كلش مع بعض نخليوها يعني تريح هذا كوات شعب البنة وتشعب الصلصة بهذا الشكل شوفوا لايبارك حطيت شوية شوية من كل حاجة سكيتنا ودرتنا كمية كبيرة أنا دايما يعني كما تكونش عندي طبق رئيسي نحب نركز على السلاطة نحب ندير السلاطة حاجة ملاحة ففي التقديم بسيط نحب نكس وشعر بالطبق اللول نحب نكس ونحب نغل ثم ثم تسرابيته مكعبس لتخلطوك في فريجيتير نحب نطمق ونحب نطمق بسيطة فردية زينها بسيط جدا زيتون و البيض خفيفة ضريفة الثالث وصفة العصائر بما ان الطاولة وردية نحن نضيف هنا كيلو فريز كنت نظفت نحلو هذا الجزء الأخضر ساعة حبيث يكون يقدر يكون حبط لثمنمائة وعندي زوج حبيث كبار عندي هنا تقريبا كاس غربوع الحليب عندي هنا كاس من مكعبات الثلج نجد جمدوا المتاعكم في هذه الوصفة و تديروا كاس منهم عندي تقريبا كاس غربوع من مكعبات الليمون هذا الليمون من تحضيرات شهر رمضان نعصر القارس كي يكون نرخيص نضيفه في موز السيليكون عندي ايضا كاس غربوع مقادير تقريبا كامل سوف نضيفه في الخلاط بهذا الشكل نضيف الفرز وبعدها نضيف البنان الحليب مكعبات الثلج نضيف القارس والسكر حيث مكعبات الثلج من المكعبات الثلج نضيفه نضيفه و تحضيره من المكعبات الثلج للنسيون يعطي العصائر ثقال يكون خفاف كذلك يضيفه معدر الكمية و تكون ماء بارد يتعرفه حسب الرغبة و هذا النصف الثاني هذا ماء فى القوام الخفيف و ننصحه انواع العصائر ويكون في هذه البنان خاصة قوامت حالي تشوفو كتر حيوه من بعد تزيد ثقال فهمتوني سمال زيدي من ديرو حسابكم انكم تخففوه بشكي يثقلكم يولي مليح وذي طاولتي لنهار اليوم طاولة وردية بسيطة زينوها الأواني الوردية يعني بكل صراحة كانت باهية بهم وجميلة بهم طريقة تقديم بسيطة تعصلاته وايضا حبيت القراطان اللي قاعد لهم من يوم البارحة اللي شاركتكم بي وسميتوا تاجين البيب البطاطا قاعدوا لي قطع من نوعي وتحمرتهم في الفرن وزدنا كلينة والحمد لله خلصناه ومنضيعوا حتى حاجة ومنبذروا حتى حاجة الشاركة ايضا كانت تعيوم البارحة لقاعدتنا نخفيف ليدرنا وهذه طاولتنا يعني ساعات بحاجات بسيطة ونديروا طاولة مميزة في الآخر نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم صحة في طوركم وصحة صحوركم